رغم أن بغداد تصنف ضمن أكثر عشر مدن في العالم استخداماً لكاميرات المراقبة إلا أنها من المدن التي تنتشر فيها عصابات الجريمة المنظمة والخطف والسرقات نتيجة سيطرة الميليشيات على الملف الأمني فيها تقارير أمنية أشارت إلى أن عدد كاميرات المراقبة في بغداد تقدر بـ 120 ألف كاميرا من غير أن ينعكس ذلك على انخفاض معدلات الجريمة والسرقات السلطات الحكومية من جانبها بررت فشلها في ضبط الأمن والحد من معدلات الجريمة المرتفعة إلى نقص في أبراج المراقبة والكاميرات الحديثة معلنة عن خطة لنصب أبراج مراقبة وكاميرات حديثة بحجة ضبط الأوضاع الأمنية وتسريع عمليات كشف الجرائم اقتصاديون كدوا أن الحكومات المتعاقبة أنفقت مبلغ مالية ضخمة على مشروع نصب كاميرات مراقبة في بغداد وبقية مدن البلاد إلا أن مصادر أمنية تؤكد أن المشروع لم يحقق حتى 50% من الهدف المرجو منه وهما أكدته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي قالت أن السمرار الإعلان عن العثور على جثث مجهولة في بغداد مثير للقلق والتساؤلات بشأن الوضع الأمني مصادر أمنية أشرت إلى أن الفساد عطل مشروع الكاميرات الذكية خلال السنوات الماضية فضلا عن وجود مصالح جهات نافذة عرضت المشروع لتحقيق أرباح مالية وللتغطية على جرائم الميليشيات ضد الناشطين وغيرهم من المعارضين لحكم الأحزاب الفاسدة بحسب صحيف الداناشونال البريطانية التي أكدت أن السنوات ما بعد 2003 في العراق شهدت جرائم لا حصر لها ما بين التجاهل التام لأرواح العراقيين في وقت يحرص فيه السياسيون على حماية مكاسبهم المالية غير المشروعة وازدت عمليات الخطف والاغتيالات في بغداد وعموم العراق مع تنامي نفوذ الميليشيات الطافية في ظل تولي حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني إدارة البلاد وتسجيل انتهاكات ضد المدنيين من غير محاسبة وسط استمرار الوعود الحكومية بضبط الأمن من غير أن ينفذ شيء على أرض الواقع